أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية بالنجاح البارز الذي تحقق بوصول نسبة الالتزام بقرار حضر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة إلى 98.9% بشكل غير مسبوك وقال حميدان أن تحقيق هذه النسبة يعكس مدى تنامي مستوى الوعي الذي يتمتع به أصحاب العمل بالقرار مشيدا باستيعابهم للمضامين الواردة فيه والتي تراعي الجوانب الإنسانية وتعمل على تحسين الانتاجية وأشاد الوزير حميدان بانخفاض أعداد المخالفات المرصودة في مواقع العمل وما تبعه كذلك من انخفاض ملحوظ لعدد العمال المخالفين بالمقارنة مع الأعوام السابقة ما يعكس مدى التفاعل الإيجابي لأصحاب العمل مع القرار فقد قامت الوزارة بأكثر من عشرة آلاف زيارة تفتيشية على القطاعات الاقتصادية التي شملها القرار مشيرا إلى أنه تم رصد 106 منشآت مخالفة للقرار وقد بلغ عدد العمال الذين تم ضبطهم في مواقع العمل 235 عاملا وقعت بشأنهم المخالفة حيث سيتم إحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وينص قرار حضر العمل وقت الظهير على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين